هذه أبرز العناوين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يفاجئ الدولي المغربي بياسين بونو بهذا الاعتراف التاريخي أمام العالم أمين حاريتا يخرج برد صديم على وليد الرقرقي بعد استبعاده من لائحة المنتخب المغربية الرقرقية يدافع عن يوسف انصيري ويعلق مورينيو ليس غبيا حتى يدفع 20 مليون يورو من أجل انصيري الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله يتلقى ضرب قوية هذا الموسم مع فريقه الجديد الشباب في الدورية السعودي قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة تدفع الجل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب اختار كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي حارس مرمى الدولية المغربية سينبونو كأفضل حارس في دور الرشان السعودي جاء ذلك خلال حديثه مع ريو فرنانديد نجم مانشيسر يونيتد السابق في مقطع مصور نشره عبر قناته الرسمي على يوتيوب حيث أشار إلى صعوبة اختيار تشكيلة الميتالية للدوري شملت اختيارات كريستيانو رونالدو في دفاع زميله في النصر السعودي البرازيلي أليكسي ستيليس والإسباني إمريكي لابورث بالإضافة إلى السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي جوانو كانسيلو من الهلال في خط الوسطة اختار النجم البرتغالي السربي سيرج سافيتش من الهلال ورياض محرز من الاهلي ثم مالكوم من الهلال وسالم الدوسري في الهجوم فضل كريستيانو رونالدو والسربي أليكساندر ميتروفيتش لقيادته أول الخطوط وضمت التشكيلة لعب النصر الميتالية كل من الحارس الدولي المغربي سينبونو وكاليدو كوليبالي واجوهو كانسيلو سيرجي سافيتش مالكوم سالم الدوسري أليكساندر ميتروفيتش وإيميريك لابورث كريستيانو رونالدو وأليكس تيريس أرسل أمين حريطة رسالة رمزية للمدرب وليد الرجراجي الذي سبعده مجددا من معسكر المنتخب الوطني المغربي المستدعات لمواجهة منتخب إفريقيا الوسطى في تصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 نشر أمين حريطة صورة على حسابه على انستغرام تظهر تواجده في التشكيلة الأفضل للاعبي الدور الفرنسي مباشرة بعد إعلان قائمة أسود الأطلس وتأتي هذه الصورة بعد استبعاد أمين حريطة من معسكر المنتخب الوطني المغربي المقبل من قبل المدرب وليد الرجراجي بسبب اختياراته الفنية يقدم أمين حريطة أداءا رائعا واستثنائيا مميزا جدا هذا الموسم في انطلاقته مع فريقه أولمبيك مارسيليا لكنه لم يتمكن من ضمان اسم له داخل تشكيلة المنتخب المغربي ليعلق وليد الرجراجي عن سبب استبعاده من لائحة المنتخب لأنه لا يرتقي أن يكون في ذكة الاحتياطة مما جعله بعيدا عين منافسات المنتخب المغربي في جميع المصابقة أمين حريطة الذي تطالبه حاليا الجماهير المغربية بأن يكون بديل المناسب لإبراهيم دياز لكن الرجراجي قرر استدعاء لاعبين جدد مثل وسامة الصحراوية الذي انضم حديثا للمنتخب المغربي فيما عبرت بعض الجماهير عن غضبها الشديد بسبب استبعاد نجم متألق حيث يبصم على مسويات مميزة وأفضل مما كان عليه هذا الموسم مما سيؤدي إلى عدم الاستفادة من خدماته مثل ما حصل مع الدولية المغربية السابقة والذي تألق في الدوريات الأوروبية عادل تعربت أكد الناخب الوطني وليد الرجراجي أنه يتيق باستمرار في مهاجم الدولي المغربي صفنزيري رغم أنه يمر في مرحلة الفراغ في الفترة الأخيرة رفقة ناديه الجديد فانربخشا التركي قال الرجراجي في النذوة الصحفية التي عقدها بمركب محمد السادس بالمعمورة في كل مرة يتجدد النقاش والجدل حول استدعاء يوسف انسيري أنا أعتبره من أحد أهم وأكبر المهاجمين الذين حملوا قميث المنتقب الوطني المغربي ويكفي أنه سجل في جميع كؤوس العالم وإفريقيا التي كان قد شارك فيها تابع الناخب الوطني وليد الرجراجي في تصريحه قائلا يوسف انسيري يلعب اليوم لفريق نادي فانربخشا التركي وهو من بين أهم الأندية في أوروبا ويدربه مدرب كبير وعالمي ولا أعتقد أنه جوزي مورينيو غبي حتى يجعل فريقه ينفق عشرون مليون يورو من أجل التعاقد مع يوسف انسيري أوضح المدرب أنه يتبع خطى مورينيو ويواصل وضع الثقة في يوسف انسيري لأنه واتق من أنه سيعود بقوة كما فعل من قبل ولدينا الآن في المنتخب الوطني المغربي سوفيان رحيمي الذي يقدم مستويات كبيرة إلى جانب أيوبا الكعب الذي يواصل التألق وانسيري يتجاوز مرحلة الفراغ سيتخطاها قريبا داخل المنتخب المغربي أو مع فريقها ينتظر المدرب البرتغالي للفريق الشباب السعودي فيتور بيريرا نتائج الفحص الطبي الذي يجراه المهاجمة الدولية المغربي عبد الرزق حمد الله الوافد الجديد على نادي الشباب لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة الفريق أمام نادي الضمك اليوم الجمعة وكان عبد الرزق حمد الله قد تعرض لكدمة في الفخد أبعدته عن المباراة الرائدة الأخيرة لكنه استفاد من تدريبات انفرادية خلال الأيام الماضية ستحدد النتائج الفحص الطبي موقف عبد الرزق حمد الله من الصفري الفريق إلى أبهى للقاء الضمك في حال التعافيه ستكون هذه المباراة الثالثة له بقميس نادي الشباب السعودي هذا الموسم بعد ظهوره في مباراة القادسية والتعاون الجدير بالذكر أن الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله سجل هدفا واحدا في مباراته بالدور السعودي حتى الآن ويعتبر الشباب تالت فريق يلعب له الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله بعدما كان قد قد الموسم 2018 2021 مع نادي النصر السعودي وتوج معه بالعديد من الألقاب عبرزها الكأس السعودية والدوري بعضها انضم في صيف سنة 2022 إلى صفوف نادي الاتحاد بعدما رحل بسبب المشاكل مع النصر ليفوز ثانيا بالألقاب مع نادي الشباب ويصبح الهدف التاريخي للدوري السعودي في جميع مصابقاتها سواء كأس السعودية أو الدوري ترجمة نانسي قنقر